بسم الله والسلام علي رسول الله. يبقى احنا اتكلمنا على الكلية واحدة عرفنا هتجي ازاي? طيب ايه وظيفة الكلية واحد? اول حاجة نقطة الطوارئ اللي زي الفقد الوعي. في مشاكل الصداع. النمو مشاكل النمو عند الاطفال. تأخر الكلام. تأخر الماشي. جفاف اللسان. فقد الصوت العاطفي. نتيجة الخوف مرة واحدة. مجرد المريض بتاعي ببدأ اعمله هزي النقطة بيبدأ الخوف يروح او بيبدأ الصوت يرجع تاني. وقلنا ان هي مؤلمة لو انا عملت ابر صينية بتبقى مؤلمة شوية. ممكن اعمل تسخين بالمكسة. ممكن اعمل اه اه تسخين بالمكسة. ممكن استخدم فيها واخذ بالابر. ماشي? بعد كده الكيلية تلاتة. كيلية تلاتة دي اللي هي او اللي هي اه مضادة للعجز او الكبر السن. اه اه انا بجيبها ازاي? زي ما اتفقنا بجيب الكعب الداخلي واجيب العرقوب وابدأ المسافة بينهم نص المسافة ما بينهم يبقى زية بالنسبة ل ايه? اللي هي اه ازاجة. طيب ايه فاية الكيلية تلاتة اهمة جدا في تأخر الانجاب. نقطة اولية للكيلية. تستخدم في الصمم. الناس اللي ما بتسمعش كويس. طنين الازن. الم الاسنان. التهاب الحل. عدم النوم. الترابات الدور الشهرية. الضعف الجنسي. القزف الليلي. التباون المتكرر. الازمة الاربوية. نقطة لتقوية الكيلية. يبقى دي الكيلية تلاتة. تمام? الكيلية سبحان الله. الكيلية ستة. الكيلية ستة ديت بجيبها ازاي? آآ اول حاجة بجيب الاول آآ الكعب الداخلي. خلينا نشوف هنا. الكعب الداخلي اهو. تمام? وبعد كده بنزل من العظمة واحدة صن. بنزل من العظمة عرض واحدة صن. ديت اسمها ايه? اللي هي الكيلية ستة. بتحفز على الحمل. يعني انا دل الوقت لو حد عنده اجهاض متكررة. وهي يكون الاجهاض ده في الاول بيكون سبحان الله حتى. يعني انا دل الوقت لو هي حامل انا بعمل لها المقطة زي. وهي حامل. عشان ان مسلا يكون عندها اجهاض متكرر او يكون نازل عليها دم في اثناء الحمل. والدكتور قال ان هي ايه? لازم تريح لان عندها انزار بالاجهاض. فعشان احافظ على الحمل بشتغل على الكيلية ستة. الافرازات المهبلية عند السيدات اضطرابة الدور الشهرية سقوط الرحم. سقوط الرحم كمان اتفقنا ان احنا عندنا اه اللي هو وسط الرأس ديت من الحاجات الرائعة جدا لسقوط الرحم. اه برضو الكيلية ستة تفيد في القصف الليلي احتباس البول الامساك الصرع عند النوم اه الازمة الرببية التهاب الحق. بعد كده الكيلية سبعة انا بجيبها ازاي الاول بجيب كيلية ستة اه كيلية تلاتة. وابدأ اطلع اه اتنين الصن. فيه الخط الواصل بين ايه وايه? بين الكيلية تلاتة. يعني انا لو تخيلت نفسي ان انا واخد خط من الكيلية تلاتة الى الكيلية عشرة اللي هي فوق زيان. لو انا اجيبت الكيلية تلاتة ببدأ اتنين صن ببدأ اجيب الكيلية سبعة. طيب لو انا آآ آآ بوصل للكيلية تمانية ازاي? الكيلية تمانية بجوار الكيلية سبعة زي ما حدركم شايفين? بس بخرج نص صن. بخرج نص صن. بعد كده الكلية تبانية بينها وبين الكلية تسعة الكلية تسعة برضو بجيبها ازاي على الخط الواصل بين الكلية تلاتة والكلية ايه عشرة بس بتبعد خمسة تصونة عن الكلية تلاتة او بتبعد تلاتة تصونة عن الكلية ايه سبعة بعد كده الكلية عشرة بتيبقى موجودة آآ بجوار الركبة بخلي المرض يتني رجليه وبعد كده بجيب الكلية عشرة او اللي هي بتساوي ايه? اللي هي اه حوالي حداشر اتصن. حداشر اتصن من الكلية سبعة. لو احنا قلنا حداشر واتنين هيبقى تلاتاشر اتصن من الكلية تلاتة. ديت الكلية ايه? الكلية عشرة. طيب تعالوا نشوف وظيف كل حاجة من زيت. اه الكلية تلاتة قلنا اللي هي اه بتبقى بتدي قوة للجسم. واللي هي يعني اللي هي ضد العجز. بعد كده الكلية ستة. اللي هي عبارة عن ايه? قلنا واحدة تصن تحت الكعب الداخلي. وقلنا ان هي مفيدة في الاجهاض ومفيدة في الامرازات المهبلية والصرع وعادة من النوم كويس. بعد الكلية سبعة اللي هي اه اتنينة تصن من اعلى الكلية تلاتة. اه بعد كده همى الانتفاق تحت العينين. عشان كده انا ممكن باستخدمها للست اللي جاية تحت عينية مورم. تمام? يبقى التنفيق او التورم. الاسهال. الغازات. اه دمور العضلات. العرق الليلي. العرق الليلي ولو اشتغلت معها على معاية دخولها تلاتة كمان. الناس اللي بتاع عرق كتير بالليل. والحمى من غير عرق. آآ سبحان الله ببدأ اشتغل معهم على الكلية سبعة. كلية تمانية. هي قلنا آآ جباء بجوار الكلية سبعة بس بخرج بقى يعني كأنه طالع آآ آآ في القدم حوالي نص ست سن. تمام? بجوار الكلية سبعة. باستخدمها لعلام الدورة الشهرية التراب الشهري. النزيفر الشهري. سقوط الرحم. الاسهال. الامساج. الام. الالام. اعضاء التنسلين. بعد جاءت كيلية تسعة اللي احنا اتفقنا اللي هي زيت. كيلية تسعة اللي هي عبارة عن تلاتة سن من الكيلية سبعة. او اللي هي عبارة عن خمسة سن من الكيلية تلاتة. دي الكيلية ايه? كيلية تسعة. هي خمسة سن من الكيلية تلاتة. طيب بتستخدم فيه الامراض العقلية والام الرجب. فهدي كده كيلية عشرة. كيلية عشرة ديات قلنا ان احنا بتخلي المريض يتن رجليه. وبعد كده لما يتنوا ركبته هيبقى الدعم الرجبة من الداخل دي اسمها بحر الكيلية. تستخدم في الضعف الجنسي. الامراض العقلية. النزيف الرحمي. الام الرجبة. بعد كده الكلية 11 اللي هي بوصل لها اللي هي موجودة في اسفل البطن يعني انا دلوقتي المصار ماشي من اسفل القدم الى الغاية الركبة وبعد كده يبدأ النقاط بتاعته يعني هو ماشي معي لكن النقاط اللي انا بشتغلها الكلية 11 دي نفس فتصن من خط الوسط طب تعالوا بنشوفها ازاي اول حاجة بادي عزمة السنفسبيوبس او اللي هي عزمة العينة فوقها مباشرة بيبعد نص تصن عن خط الوسط خط الوسط ده اللي هو جاي من السرة الى اسفل كده يبقى انا نشوف الخط ده وابعد عنه بس نص تصن ايه من ناحيتين الاتنين سبحان الله دي الكيلية 11 ودي من الاماء من الكيلية 11 دي من الروعة فيها ان هي بتبقى اه تعالج سرعة القصف عند الرجالة وهي زائد المعي ده 27 الكيلية 11 موجودة فوق عزمة العينة مباشرة الكلية 11 الى 16 من 11 الى 16 موجودين عند من منطقة في اسفل البطن لغاية السرة والكلية 11 دي بتعالج انتفاخ اسفل البطن الضعف الجنسي سرعة القصف القصف الليلي آآ آآ ممكن اربع جلسات على هذه النقطة هي والمعدة وهي والمعدة 27 تعالج موضوع آآ الضعف الجنسي آآ اللي هي سرعة القصف عادة لما بيكون في ضعف في الضعف الجنسي بشتغل على اسخن منطقة اسفل البطن والضهر بشتغل على التحال ستة والتحال تسعة وبسخن اسفل البطن والضهر وبشتغل على آآ الكلية 11 والمعدة 27 جيب نتيج كويسة جدا. ادي معي المعدة آآ 27 بجيبها ازاي اول حاجة بجيب المعدة 25 اللي هي بجوار الصرة اتنينة صن آآ لناحية بره وبعد كده ابدأ انزل اتنينة صن اسفل الصرة ديت اللي هي المعدة 27 طيب بعد كده آآ كليا الكليا اتناشر بجيبها ازاي الكليا اتناشر ديت اول حاجة انه مهمة جدا بالنسبة لي في آآ الامراض النسائية او اللي هي امراض الجهاز التنسولي الانسوي آآ زي سقوط الرحم زي الضعف الجنسي الست اللي بعدها افرزات مهبلية آآ الاعضاء التنسولية اسناء الجميع آآ بجيبها ازاي اول حاجة بجيب رقم حدواشر اللي هي بعد او بعد عظمة العينة واطلع واحدة صن يبقى كده وصلت للكليا اتناشر من الكلية احدواشر الى الكلية ستاشر كل واحدة بينها وبين التانية واحدة صن زي ما حضراتكم شايفين في الصورة تمام بعد كده الكلية تلتاشر اللي هي باستخدمها فيه الترابات الدور الشهرية الام التبول الكليا اربعتاشر الام بعد الدورة اترابات الدورة الشهرية يبقى في ستات تجي تقولك انا بعد ما الدورة تنتهي تماما دورة الشهرية بتاعتي باجي عندي الام اسفل البطن يبقى انا عندي دلوقتي بشتغل على آآ اللي هي الكلية اربعتاشر بجيب الاول الكلية احدواشر وبعد كده من اربعتاشر الى احدواشر اربعة آآ بقى تلاتة صن اربعنا اس واحد يتفضل تلاتة تلاتة سنة. تمام. اللهم ما بعد الدورة اضطرابات الدورة الشهرية اللام التبول. الكليا خمستاشر اضطرابات الدورة الشهرية اللام التبول. واحنا قلنا قدما اللي نقاط دي موجودة في اسفل البطن يبقى بيتفيد معايا اسفل بطن. بعد كده الكليا ستاشر هي بتبقى موجودة فين? بتبقى موجودة بجوار السرة. بتطلع بس نص dessن عن السرة وتبقى دي كليا ستاشر. تمام? طيب باستخدمها فين? باستخدمها في الانتفاخ. الغازات. الامساك. القيء. البطن. اه الاسهال. الامساك. ايه. يعني مشاكل القولون عن متن ومشاكل ايه? اه اه الجهاز الهضن. بعد كده كيلة ستاشر اه سبعتاشر اللي هي بتبعد اتنين تصن من الكلية ايه? ستاشر. من الكلية سبعتاشر. الكلية واحد وعشرين كل دول موجودين في اعلى البطن. تمام? طيب سبحان الله. اه في اعلى البطن بتبعد بس عن خط النص ايه? نص تصن. بعد كده الكلية تمنتاشر. اه واحدة تصن من الكلية سبعتاشر. باستخدمها في العكم والامة بعد الولادة. الكلية تسعتاشر. الام البطن والامساك والغازات. الكلية عشرين. الام البطن والغازات والانتفاخات. الكلية واحد وعشرين برضو الام البطن والانتفاخات. وسوء لها. بعد كده الكلية اتنين وعشرين تبدأ في معايا فين? في منطقة الصدر. بين الضلع. بين الضلع ايه? بين الطلاع الخامس والسادس. بين الطلاع الخامس والسادس. تمام. كليا اتنين وعشرين. لغاية سبعة ورشرين كل能夠 موجودين في الصدر. بيبعدوا حوالي اتنين تسونا من خط من عزمة القص او من خط المنتصف. بعد كده الكليا تلاتة وعشرين و اربعة ورشرين و خمسة و عشرين و ستة و عشرين. كل الحن الله بستخدم اربعة وBR 25-26. اه طبعا هما موجودين في الصدر بقى معنا كده ان هما بيستغلوا ايه? معي على الكحة الازمة الربوية امتلاء الصدر استاذي التهاب استاذي. تمام? طيب احنا عندنا الدلوع برضو عشان نبقى فاهمين الكلية اربعة وعشرين بين الدلع التلاتة واربعة. الكلية اه خمسة وعشرين بين اتنين وثلاتة. المهم ان انا ابدا ما بدخلش بابر خالص في هذه المنطقة. عشان ما اعملش سبحان الله اختراق للرقة وتعمل معايا مشاكل. بعد كده الكلية سبحان الله الكلية سبعة وعشرين. الكلية سبعة وعشرين موجودة مباشرة تحت عزمة الترقبة بتبعد حوالي اتنين وثلات من خط المنتصف وان الكلية سبعة وعشرين دي تسمع من نقطة الخوف او نقطة تغلب على الخوف. ليه? لان اه سبحان الله اه اي حد فينا لو ضغط في هذا المكان بتلاقي قلم نتيجة ايه? الخوف من المخاطر اللي حولينا. الخوف من الشغل. الخوف من كزا ومن كزا. انا بستخدمها لو ضغط عليها او بعمل تسخين بالمقص عليها. تمام? اه سبحان الله اه بستخدمها في القحة. الازم الربوية. امتلاء الصدر. الكهاب السادي. اه هي نقطة تخلص من خوف. مثلا الاصفال اللي بيعملوا حمام على نفسهم نتيجة الخوف. والدهم مثلا بيزعق او حاجة بيخافوا. فبيعملوا حمام على نفسهم. اللي الطالب اللي عنده اه سبحان الله امتحانات وخايف. او اللي حد داخل على اه سبحان الله على امتحانات وكده. او مسابقة رياضية. تمام? فبشتغل عليها عشان يقولى الموضوع الخوف. تمام? تساعد الرئاتين على التنفس العميق وتوصيل الطاقة الى الكليا. بعد كده اه مرضى الاف ام اللي هي تسخين بالمقصة. الناس اللي هم عندهم فايبروميليجيا. الناس يجيط الام في جسمهم آآ نفسية. بشتغل على الكليا سبع وعشرين. بتجيب نتيجة ممتازة. سبق تسخين بالمقصة او كأس حجام. وزي ما اتفقنا آآ ملخص كده بسيط من واحد لعشرة آآ النقاط بتاعت الكليا من واحد لعشرة موجودة في الطرف السفلي. طبعا في القدم وفي الصاق. آآ لغاية الرقبة. بعد كده من حداشر الى ستاشر في اسفل البطن تحت السرة. من سبعتاشر لواحد وعشرين في اعلى البطن من السرة الى اعلى البطن من اتنين وعشرين لسبعة وعشرين في الصدر وتبعد اتنين وتصنع عن خط المنتصف. وده وتيبقى سبحان الله آآ اللي هو مصار الكليا. وآآ سبحان الله آآ قد ايه مهم في تأخر الانجاب. آآ تأخر الكلام او تأخر النمو. تأخر العقلي او تخلف العقلي. مشاكل بتاعت آآ اللي هي الجهاز التناسولي الانساوي والزكري. آآ مشاكل عدم نمو الشعر جيد او الناس اللي عندها سعلابة او بنشتغل معاو الناس اللي عندها سعلابة او الناس اللي عندها آآ مشكلة في الشعر او تساقط شديد في الشعر بنشتغل على مصار الكليا. واتفقنا ان في بعض النقاط رائعة جدا بالنسبالي زي الطحال آآ ستة الكليا تلاتة المسانة ستين من اروع النقاط اللي تشتغل عليهم بيريحوا المريض معانا جدا جدا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله الى لفاق اخر بامر الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله بارك.